الحين القصيد والشعر هل هو فضفضة أو مهنة؟ ما تقدر تقول أنه هي داخل الإنسان هي تعتبر طبعاً بعضهم حب لهذا الشيء هذا فأحياناً تقول القصيدة هذه من داخلك هي مشاعر ما هي على كيفك هي تطور الشعر أصبحت مهنة القصائد مثلاً يعني أحياناً تكتب قصيدة ما هي من يعني مثلاً تطلب منك قصيدة فتجبر على كتابته هل يطلب الشعر يميز؟ أكيد أحياناً بعض القصائد تطلب منك كمناسبة معينة كحافل كأوبريت رسمي مثلاً فتطلب منك القصيدة هذه أنت يعني الشاعر يعني مثلاً اللجنة تطلب منك المحاورة أو اللوحات الفلانية فأنت تكتبها أصبحت مهنة ولكن لو نرجع أساساً أنت عندك مشاعر وعندك هالهواية وعندك هالموهبة هاللي خلاك تكتبها قصيدة صحيح ولكن بعض الناس يعني ما يجي شاعر بدون مشاعر أو بدون أنه عنده هالموهبة أصلاً صحيح تطورت وأصبحت مهنة حيث أن تكتب قصيدة مطلوبة يعني جميل أضيف عليك أبو سعود ما عليش أحمد أسلع الآن صارت مهنة متسولين بعد الشهر لا صحيح الآن في ناس ما تستعقل مدح كلين يغني على اللي لا صحيح والله جدة الآن الآن أنا ممكن تمر على أبو سعود وإن شاء الله أنهم عينات قليلة عينات قليلة ما في أي دق عليك أنا دق علي رديال وقال دقيتها على أبو سعود يعني ممكن أول مرة قولها قال أبو سعود رفض وأنا وقالت والله أبو سعود رفض كبير من الشعر أنا مثله ما أنا ماني يعني كان متصل يبيك تمدح شخص أيوة والشخص هذا راح يعطينا مقابل طبعا أنا المدح ممكن أبو سعود شوه الوضع أنت الرجل اللي يستحق المدح ولا تجامل فيها ما فيه أنا تحسب عليك صحيح لكن الرجل ما يستحق المدح ما مدح طب ممكن تمدح شخص متميز الحين بعد سانة تقول والله ليتي ما مدحته لا أنا مدحته باللحظة ما تلا الموقف اللي مدحته فيه ممكن الآن فيه ناس ممكن جاهم مدح على مواقف صحيح لكن ما ما أعبدو المواقف مع الناس الثانية ترجمة نانسي قنقر